سلام الله عليكم نقوم شباب أولاً بأخذ محورين متعمدين لسقف بهذه الطريقة بعد ذلك شباب نرسم دائرة صغيرة في مركز سقف ونقوم بتقسيمها إلى عشرة أجزاء ولعمل ذلك نقوم بتقسيم شعاع هذه دائرة إلى جزئين نضع مسمار على هذه نقطة ومسمار آخر هنا نأخذ هذا القياس ونعلم على هذا الخط هكذا ننتقل إلى هذه نقطة ونأخذ هذه المرة هذا القياس ونعلم به على دائرة بهذه طريقة للحصول في الأخير على خمس نقط أشكركم على المشاهدة لقد حاولت جاهداً أن أنشر هذا الفيديو وأتمنى أن يستحق اهتمامكم لقد حد أن ياردك وضع أنك يستطيع المواعقل على جزئين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة